السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة للجميع هذه المرة سنهضروا على بعض النقاط التي أردوا لهم البال مزيان مزيان رجاء وكذلك هم تطرحوا كأسئلة ومطبعا سنحاولوا نجاوبوا عليهم فالنقطة الأولى التي سنهضر عليها هي بعض الأسئلة تطرح عليكم يوم المقابلة في القنصلية الأمريكية أردوا لهم البال انتبهوا مثل هذه الأسئلة عندما تطرح عليك أخي أو أختي الفائزة السؤال الأول هو يسألونك عن المصطدف يعني فين تعرفت عن هذا المصطدف ولماذا يأتيك هذا المصطدف ولماذا هي سلة القربة بينك وبين المصطدف فهنا ضابعة الهجرة على ما لم يمكن ترى هذا السؤال عليك فهو من طبيعة الان يرى انت عمرتك في الدئس صافيرا يقول ان هذا هو المصطدف ومن طبيعة الان انت تعتبره هو المصطدف وخاتك المغاديش تمشي عندك سيد اللي عمرتك في الدئس ولكن هو يعني في القنصلية ضابعة الهجرة كيعرفتك سيد ماذا معمرتك في الدئس تسولك عليه لان هو اللي غادي يصدفك ديروا هذي في بلكم رجاءا يعني عندك شنغار تقول لي مثلا يسولك تقول لي لا ما غاديش نمشي عنده غادي مشي عنده واحد اخوار غيقول لك سير غير لي المصطدف وعود رجع وسير تطسح الدئس ديالك عاد أجي وعاد فهمتني اذا ان هذا الشي اللي معمر في الدئس دير في بالك ان هذا هو المصطدف ديالك رجاءا اذا سيسولك ويقول لك هذا الشخص هذا ايش يجيك فمن طبيعة الحال غرضو انه يعرف ذك سيرات القرابة بينك وبينو واش يعني قريب لك بزاف خوك اختك عمك خالتك شي واحد قريب لك لانه إذا كان قريب لك من طبيعة الحال ولا ما غاديش يسمح فيك كما كنقولون ما غاديش يتخلى عليك وغادي عاونك ويقف معاك ويستقبلك يعني واحد لمدة اطول عكس واحد متلا تعرف على المصطدف عن طريق السوشال ميديا او لا عن طريق شي واحد من من صحابه يعني بعيد غير تعرف عليها كاكو يعني دار مع هذا البليزير انه غادي يعطيه العنوان ويقول له مثلا نصطدفك ولا ما غاديش يصطدفك من طبيعة الحال هنا كيبقى ضابط الهجرة كيكون عنده ذك الشك ديال انه تعرف تعليف المواقع الاجتماعية ولا راي يقدر يتخلى عليك يقدر الدولة بعدها يتفعي لك تليفون غادي بلوك ذاك الحساب الى اخره غا تقول لي انت واحد فهنا يا يعني ضروري وخد كنت تعرف تعليف المواقع الاجتماعية حاول دي تقوله ان راني كان صديق الطفولة اه فحومتنا يعني كان عارفهم زيان الى اخره وكثر من هذا رجاء حاولوا تجمعوا قدر اه اكبر عدد ممكن من المعلومات على المصطدف يعني فوق تاش مشى الامريكا شروق الدفع امريكا طريقة باش مشى الامريكا اه لا يصفت لك شي وثائق مزيان يصفت لك شي ايدي ديالو الباسبور ديالو اللي عندو مثلا الجنسية الى اخره الطاكس ديالو الى اخره يعني خاصة النس اللي مثلا عندهم العائلة هنا في امريكا يعني قرابين لهم فمن طبيعة الحارة غادي يصفت لك هالوثائق ما كينتش مشكل المازال هدو كل ما ساكت تعرف عليه في السوشل ميديا ما كيبغيش لانه ما كيعرفكش كيكون يعني خايف على بزاف ديال ما سايديرو فمن حقه فرجعني ان هدنا هده السؤال الاول ديال المصطدف حاولوا انتبهوا له اه تاني سؤال هو عندما يسألك ضابط الهجرة ماذا تريد ان تشتغل او تعمل في امريكا فهنا رجاء انتبهوا ما تجاوبوش لا تجيبوا بي اه جواب انني اريد ان ادرس اذهب الى امريكا لكي ادرس لا ما تجاوبوش هذا بتاتا يعني قولي هانا الدراسة تايلة سورك قولك واش ببغيت اسكمل القرية تقوله اتقول لي من بعد ما غضي نستقر ونخدام ونطور راسعة من بعد ان شاء الله غضي نكمل القرية ديالي في الضوم المتنا اللي بغيته انا واللي اه كان فهم فيه وبغي نمشي فيه اه بعيد لكن الدراسة القرية الامريكية مش الدراسة الدراسة عندها اه تأشيرة ديالها خاصة بها رجاء وهنا يا قاعد شنو بغيته تشتغل حاودوا تحددوه تحددوه شنو بغيته تشتغل انا متى غضي مشي الامريكا غنشتغل في مطعم انا غضي مشي الامريكا غنشتغل في في الاي تي انا غضي مشي الامريكا غنشتغل مثلا في في الوطيل انا غضي مشي غنشتغل مثلا مع امازون غضي مشتغل مع اه الديليفري غضي نشتغل في الكونستريكسن غضي نشتغل الى يعني يحدد. ماشي غا تقول لي غا نمشي نشتغل فاش ماجه بالله. فاش مكان. لا حدد لي. شنو بغيتي. يعني انت يا قبل غا تكون داير فراسك هاد السؤال هذا غي تسترحليك. عارف انا فاش غا دي مشي نخدم في اول اول يعني اه مشي دي الامريكا ولا في البداية. عارف فاش غا دي نخدم. فما غا ديش تقول لي انا مثلا اني كنت محامي ولا طبيب غا دي مشي الامريكا غا دي نخدم الطبيب. لان هما عارفين هنا يرا يرقصك تقرأ وقد دي المعادلة للشواهد ديالك الى اخيرها. عاد باش يمكنك تخدم في ذاك الدومين ديالك. اذا انتم عارفين اول مرة غا تجي هنا الامريكا غا تخدم فاش ماجه بالله. اول مرة. اه تنسى ذاك المجال ديالك اللي فاش خدمتي. قليل بعد الاخوان اللي فعلا كانوا خدمين في المجال ديالهم مثلا في بلادهم وجاو هنا وعندهم اللغة وجاو خدمون نيس في المجال ديالهم اول مرة ولكن كتبقى هادو حالة استيتنا اي يعني مشي كونش يخدم في المجال دياله. هذا من جهة. من جهة تانية سؤال الموالي. اه كي تقول لكم ماذا اه فعلت بعد حصولك على شهادة البكالورية. يعني هنا يا بالضبط رجاء ان فاد السؤال هذا. حاولوا اه تفادوا انكم جاوبوا ماذا ارتشي حاجة. ما خدمت ما قريت ما قبقت غيقالس. هما راه عدوهم تقول لهم هكا غا يعرفوك انك انت يا غجي هنا الامريكا غا تولي على المجتمع. ما تبقى عايش غير لمساعدة هنا يا. لا. مثلا شديتي البكالورية. كي低 اللي كلك اقرأوك يعني بشي خدم. كي اللي مش مفهومة اخوة. هذا من جهة. من جهة تانية المبلغ المالي. المبلغ المالي يسولك اه شحال المبلغ المالي اللي بغيته تديم معك مثلا الامريكا. اذن هنا هي غد تسول رسك علش كيسول هاد الحواج هادو. لانه عارف ان المهاجر جديد هنا خصوه مصارف واحدين اخرى. لمنها مثلا خصوه باشي كري. خصوه باشي خلص القرين كارد. خصوه التنقول ديالو. خصوه المصاريف ديالو ديال الماكلة والشراب الى اخيري. لانه ما زال يقدر اول مرة ما غيلقاش خدمة في ذاك الشهر الاول ولا شهر شهر تاني. فضروري يخصوه شوية ديال المصاريف باش على ما يوقف على رجلو. وخاصة مثلا اه المصطدف اللي يقدر مثلا غادي يستقبلك واحد شهر ولا شهرين ولا لان شحال شبع المرس كيسولهم. شحال شحال المدد اللي بغيت يسقسم عاد المصطدف. واش متان يسقسم عاد تلت شهور واشت شهور واش سبع شهور واش 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 فنتوني. اذن هنا يا ضروري كي عرفتك المبلغ هادك واش كافيك على حسب الولاية في انت بغيت يتمشي لها. لانه عارف انت هما ضباط الهجرة عارفين راح كل الولاية اه المعيشة فيها كديرة واش غالية ولا رخيصة ولا شوية ولا الى اخيري. فمن طبيعة الحال شحال ما قلت له المبلغ يعني طالع مهم كيكون يعني في صالح كنتها يعني كيقول ادرا داي مع الفلوس مزيان ما يخافتها من شي حاجة. زيد عليها ان ذاك المصطذف توورك يلعب دور مع الفلوس اللي غادي تدي معك. يعني اذا كان عندك المصطذف قريم العائلة ودي معك فلوس بزايد فصافيك يقول لد سيد يعني را عنده الامور آآ بيخير وعلا خير. صافيها الاخوان آآ تاني حاجة لغة. بعد الاخوان سولوا واشي لا هدرت باللغة الانجليزية. هدا ره امتياز آآ ليلي زعمار غايكون عندي افونتاج الى هدرت باللغة الانجليزية يوم المقابلة. من طبيعة الحال الجواب نعم. لكن انتي اخي تتقن او اختي تتقنين اللغة الانجليزية فحاول تحدث بها يوم المقابلة رجاء 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 كتربح واحد نقول لك تسعين في المية دي الاسئلة الى هدرت الى دويتي وهدرتين باللغة الانجليزية. كتوفر عليك بزاف دي الاسئلة ما غادش تطرح عليك. ومن طبيعة الحال ركي جاي الامريكا كيعجبهم وما الحال لانك تهدر معهم الانجليزية اوفرت عليهم وسهلت عليهم الطريق. فرجاء اللي كيف يفهم وكي عارف كيفاش يجاوب ولا يفهم اللغة الانجليزية يهدر بها. اللي ما كيعرفش يهدر باللغة اللي باش هو مرتاح. العربية الداري جال الفرنسي باش ما بغيتي انت اللي كتختار اللغة ديالك يهدر بها رجاء. غير انا كنأكد عليها انها عندك الانجليزية يهدر بها من الافضل. احنا هدوما فيما يخص الاسئلة. احنا ده بس سؤال ديال بعض الاخوان اه كيسولوا على انها مثلا اه او خاصة الاسر اللي مزوجين. كيقول لك مثلا اه واش ممكن نسافر انا اللول ونخلي العائلة ديالي. فمن طبيعة الحال هنا يا ممكن اتلقى ديالي ولكن انا نشرح لكم بعض النقاط اللي نتبهوا لهم. اول نقطة هي لازم هو اللي فائز في القرعة الامريكية. اللي جات فيه القرعة الامريكية. هو اللي يخصو يسافر اه الاول. ماشي لي اه مثلا المستفيد اللي غدي معاه. مثلا انا اللي فائز في القرعة الامريكية. خصني انا اللي غدي نصافر. ماشي مرتي. الا كانت مرتي هي اللي فائزة في القرعة الامريكية. هي اللي خصو تصافر الاولى. ماشي انا. ولا خصو نصافره بجوش. دبه هنا النقطة التانية اللي بغيت نشير لها هو نهار غي تعمره الدئس. يعني انت كتكون تفاهمت انت وعرف القدرات ديالك المادية ولا اجتماعية ولا كل شيء. غتقول انا واش غندي معي اولادي. ولا ما غديش نديهم معي. تفضي اصراكينا واحد السؤال كي يجوبك كي يسولوك عليه. بغيت تديهم كتدير نعام. ولا درتي نعام يعني رخس كده ادوز معه ادوز معك الفحص طيبي وتخلص عليهم التأشيرة وتخلص عليهم تذكير الطيارة اذا تجيبهم معك. كنت ما غديش نديهم معك غدير لا. ما غديش تديهم معك لا يدوز الفحص طيبي ولا يدو تخلص عليهم تأشيرة ولا تشي حاجة يعني غدي توفر ذاك المصاريف ولكن غير الفائز اللي غديجي. ولكن خستك تعمرهم معك في الدئس. انك انت مثلا مزوج وعندك وليدات ولا غير مزوج ما عندك وليدات. يعني خستك تزيدهم معك في الدئس رجاء لان هادا الاسئلة عاو تانيك تكرر بزاف وبزاف وبزاف اذا هنهان تنهار لو الفاش عمرتي في الدئس اخوض القرار ديلك شنو بغيتيك. واش بغيتي جيب معك اولادك او لا ما بغيش جيبهم معك لانا كل واحد الظروف دياله انا هدرس على الظروف المادية والاجتماعية يعني بصفة عامة اه اه الظروف المادية هي اللي كتكون شوية كتجي عليك بزاف عليك باش جيب ولادك وبزاف عليك اه المصاريف الى اخير فالليح سلعوين كل واحد فهنا يعني اخذوها اه في باركم هاد اه جزء النقاط اذن الابليك انت هو اللي كي سافر الاول وفي الدئس عندك الحق تختار واش تجيبهم معك لما تجيبهم شو معك باش شوف انت واش اه توفر المصاريف ولا غدت اه تزيد عليك اه المصاريف اه هذا من جهة من جهة اخرى المواعيد ديال الطبيب بتوصل معي بعد الاخوان انه اه الدكتورة برادا والفيهري واقلا غيخرجو كونجي شهر ربعة والاخرى تخرج كونجي في شهر اه خمسة مهم واحدة غتخرج واقلا الفيهري غتخرج في شهر ربعة والاخرى تخرج في شهر خمسة اللي كنت قلتها لكم في حال الفيديو قلت لكم مراه مننا الفق اه غايكون شوية ديال ضغط وغايكون شوية ديال المشاكل باش تاخدو رونديفو اه ديال الفحص طيبي فهنا رجاء نقولها عاو تاني للمرابعة عادي اه عادي وخات اخدو الرونديفو ديال الطبيب بعد ما دوزو المقابلة يعني حتى دوزو المقابلة عتمشو تاخدو اه دوزو الفحص طيبي ما كانت تشي مشكلة رجاء لانها ثلاثة القطيبة في المغرب هادشي اللي كاي ما تمشي غيفة مشاكلة سير مع السهل لكن ما كنقوله فانتوا بالاخوان اولي يستطع ياخد الرونديفو قبل الموعد ديال المقابلة وما كنتشي مشكلة اه في انتدار ان شاء الله يدخلوا عاو تاني الاطيباء اه في شهر اه ستة وشهر سبعة وثماني مهم هاتكون الامر بخير وعلا خير لانا كنت كلتاكم قلت لكم مراه هذا رمضان كاللي كي يبغي ياخد كونجي دياله في في رمضان فهم طبيعة الحال ما نحقه صفال اخوان وكذلك غي حاولوا غي حاولوا غي تليفون غي تبقى وغيد تصوني وتصوني 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 لانا ارى كيف ما قلتها رمضان شغي انا متان اللي كانت صوني رمضان تصوره متان واحد مية ولا مية وخمسين واحد جاهل موعد رمضان رمضان كل شي كي صوني عاد زيد للمرضى الاخرى اللي كيتاصلوا بالطبيب كيبغوا فالطبيب ما كيخدمش غي مع الناس دي القرعه الابريكيه كيخدم مع الكليان دياله كيما كن قوله وفهمتوا الاخوان ايضنا تبقى صوني وتعود صوني وصوني وصوني ديروهم شغل ديرو الأطيباء شغل واحد ارى تتاخدوا الرمضان هو شي اللي كانت الاخوان نتمنى التوفيق الجميع ان شاء الله كمال يحييكم السلام عليكم والحمد لله